اشتركوا في القناة لفضائية الخرطوم عبر الموجة 101.6 FM سلام يا بلدي وكلنا نسعد ونحتفي ونحتفل بسلام السودان ونتمنى أن يعمى الأمن والاستقرار كافة أربوع بلادي الحبيبة الأجواب شرق السودان قبل وعقب توقيع على اتفاقية السلام جعلت حتى التعليق على الأحداث السياسية صعبة للغاية الحديث حول مسار الشرق بمفاوضات جوبا هو محل استقطاب كثير من الآراء والمحاور السياسية رغم ذلك ليس ثم تمفر من الحديث حول مسار شرق السودان وكافة مسارات اتفاق جوبا وأسعد الحديث حول مسار شرق السودان أن يكون ضيفي داخل الأستوديو الأستاذ خالد إدريس شاويش رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين السياسي للجبهة الثورية السودانية أستاذ خالد أخذ شريد مرحبا بك عبر شاشة فضايا الخرطوم عليكم السلام وأنا حقي تلفزيون نبطة ثورة وأنا سعيد جدا أن نكون موجودة الآن في الخرطوم وأفتكر أنه يمكن أن نوصل رسائل جيدة جدا للمشاهد ولكل المواطنين عن الاتفاق سلام جوبا بصورة عامة وعن مسار شرق السودان بما دار من لغة كثيرة في المسار وإن شاء الله أقدر أوضح إضاحات تكون شافية للناس كلها نعم إن شاء الله قبل أن ندخل في محاور هذا اللقاء والصاد خالد شاويش نبارك لك أن توقيع اتفاق سلام السودان بجوبا وأنت أحد الأعضاء وأحد القيادات المهمين الذين شاركوا في هذا التوقيع أنا حقيقة نبارك لبعض كلنا ولكل الشعب السوداني وأنا أفتكر أن السلام جوبا هو سلام سوداني خالص بوساطة جنوبية وكان عنده طعام خاص وكان هو عبارة عن تحاور وأخذ فترة من الزمن في عقبات تواجهة الاتفاق منها جانحة كوبيد نينتي كورونا وفي الأخير أنا أفتكر أننا قدرنا نحقق سلام ممكن يسعى الناس كلها وأتمنى أنه يحقق طموحات نكونه يحقق طموحات شعب السوداني نعم نحن كمان سعيدين في قناة الخرطومة الفضائيين أنك تكون حضور وحضورك الآن مباشرة من اجتماع للجفة الثورية وهي تواصل في اجتماعاتها لاستكمال ما تبقى من هياكل السلطة وأيضا تنفيذ لاتفاقية السلام على أرض الواقع حقيقة نحن برضو بعدين الآن بالتشاور مع الحكومة الانتغالية ومع قوة الحرية في ترتيب الفترة القادمة حقيقة نتأخرنا كثيرا نحن والمواطن في حاول أن يكون في استقرار في البلد وحقيقة لازم يحصل تغيير ونحس أن السلام ده أهم حاجة في السلام أنه يمكن أن نغير طريقة حياة الناس ومعيشتهم ونحن شعفين الضيغة لحاصلة فأتمنى أن نقدر أن ننجز الاتفاقات الآن في النغاش فيها في أسرع فرصة سنقدر نقدم للمواطن الحاجة التي كانت بأحلام بها نبدأ مباشرة أن أستاذ خالد شاويس رئيس الجفحة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين السياسي لجفحة الثورية السودانية مدخل لهذا اللقاء وهذه الحلقة السلام وفتح رئيسي للتنمية المتوازنة في كل ولايات السودان أنا أصدق ما قلت أنه السلام ده بزها سلام سوداني خالص وأنا أفتكر أننا إجمعا على السلام بالاستقرار الدولة السودانية يخليها مستقرة اقتصاديا ويخليه مفتوح على المجتمع الدولي وأنا شايف أننا عملنا حاجتين أساسيات أننا وقعنا اتفاق سلام ولدينا أصدقاء لا ندعمين أصدقاء السودان ولدينا ضامنين ولدينا شفوز في الاتفاق هم حريصين أن السودان يتقدم فتحصل فيه تنمية حقيقية نعم طيب ما هي أهم المكتسبات يعني في اتفاقية سلام جوبا التي لم تكن جزء أساسي من الصراع والحروب في كل المناطق المتأثرة أهم شيء هو التنوع كان موجود الخلقات الجفهة السورية في كل المسارات مسارات جفهة السورية في جوبا ونفتكر أن السلام كان فيه تنوع من كل الأغاليم يعني خاطب جزور الأزمة السودانية من الهوية والمشاكل الحروب التي كانت دائرة في الأقالية كان في دارفور كان في المنطقتين كانت في المناطق الأسري في شرق السودان في الحروب السابقة وناغشت أهم شيء هي العدالة العدالة والمشاركة للتنمية الاجتماعية في بلدنا الحبيب نعم طيب ننتقل لجزئية مهمة الناس كثيرا ما تحدثوا عن مسارات الاتفاق أهمية وضرورة تقسيم هذا التفاوض وهذه الاتفاقية في جوبا إلى مسارات نحن لما بدنا التفاوض في الجبهة السورية كان هو التفاوض بين الجبهة السورية والحكومة الانتقالية نعم ده كان بدايات التفاوض فرأينا نحن في قضايا كثيرة تختلف من إغليم لإغليم يعني قضية دارفور قضية عميقة وشائكة جدا يعني ما عنده علاقة بشرق السودان وتختلف من شرق السودان كما تختلف من المنطقتين إن كان الوسط إن كان حتى الشمال يعني فيه خصوصية للإغليم نعم فكرنا في أن نكون نجيب المسارات داخل الجبهة السورية أي إغليم يناقش قضاياه أنه في اختلافها نعم 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 باختلاف الثقافات حقه في مشاكله الاجتماعية في مستوى العدالة وأي توقيع بتاع اتفاق إطاري يتم في الإغليم إن كان شرق السودان أو دارفور هو يصف في القضايا القومية نعم يعني كل المسارات عملت الاتفاقات وقعتها وجات في القضايا القومية الصابقة في الاتفاق بتاع سلام الجبهة الأخير اللي ناقشت كل القضايا حقية الغليم كان دارفور إن كان الشمال ويجبنا أخيرا في سلام الجبهة في الاتفاق النهائي فإننا عالجنا مشكلة إن هي الاختلالات تختلف من الغليم لغليم ده كان المقصد الأساسي إن نحن نخلق مسارات مختلفة لخصوصيات الأقاليم ده كان مقصد تسمية مسارات في الجفحة السورية نعم طيب القضايا القومية يعني ريت لبرضو نوضحنا السادة المشاهدين خصوصية مسار شرق السودان تحديدا والقضايا القومية لكل المسارات اتفقت حولها لو ناقشنا نحن المسار شرق السودان بصورة خاصة نحن ناقشنا القضايا تهم الأقليم في المقام الأول من تنمية والمشاركة في السلطة والسروة والتعليم والمرأة ده كل القضايا ناقشناها وجينا برضو ناقشنا مشاركة أمناء الأقليم برضو في المركز وناقشنا ثانية حاجة برضو هي الخدمة المدنية برضو ناقشناها بصورة أوسع في التوظيف وكده يعني وبالنسبة للسهروة برضو ناقشنا حاجة مهمة إننا نحن عايزين نوازن الأقليم مع المركز فبدينا في نقاشات في كيف يكوننا نصيب من عائدات الأقليم ذاته مثلا نقدر نحن نعمل موازنات ونصل لمستوى المركز في التنمية حقتنا في الغريب طيب سلام جوبا أيضا أستاذ خالد شاويش يعني نفصل كل مسار قضاياه من خلال هذه المسارات نحن نقفتاني شوية في قضايا شرق السودان وما هي الآليات التي ممكن تجعل من هذه الاتفاقية سلام مجتمعي وتنموي لكل أهلنا في شرق السودان وخصوصا يعني تابعنا ونتابع دائما ما تحصل صراعات يعني وهناك أياد خفية تدير هذه الصراعات حقيقة نحن نشوف في شرق السودان يعني لما نغشنا المسار مسار شرق السودان هو المقصود منه مسار شرق السودان داخل الجبهة الزورية كتنظيمات أو كتنظيمين موجودين هم الجبهة الشعبية ومؤتمر المجهة الكفاح المتولوجية المعارض بغيادة أسامة سعيد كانت دي خصوصية في أننا نحن نبني اتفاقية تعالي بمشاكل الأغليم فبدينا نحن ننقح كان في اتفاقية موجودة سابقة هي اتفاقية جبهة الشرق سابقة كانت برعاية أسمر 2006 وقعدنا برضو أن نحن استفدنا من الاتفاقية من الأخطاء اللي كانت فيها ونعيدت الكلام مرة أن نحن بنينا اتفاق مسار شرق السودان على الأخطاء اتفاقية جبهة الشرق فجبنا أقوى اتفاق موجود في جبهة وكان هو ذاته مفاجئ للناس ناغشنا فيه قضايا مهمة جدا جدا أنا ممكن أسردها لو فيه وقت طويل الحلقة أسردها أهم جانب ناغشناه في الاتفاقية نحن هو الجانب بتاع العائدات الإقليم يعني في برصدان سابقا كان يدي من العائدات تنمينا 2% بس لبرصدان فكان ما فيه نوع من العدل في الحاجة كل الأحاية تمشي المركز وما كان فيه الغليم ما كان بيستفيد من العائدات حقه للتنمية حقه فدي واحدة من الحاجات عملنا اتفقنا على آلية لما الحكومة انتغالية اسمنا نحدد نسبة بتراوح لـ 40% من عائدات المينة خطوة أولى الأهم من كده نحن سبتنا جانب مهم جدا أنه 30% من السروة المعدنية والنفطية ستكون للاغنيم بتاعنا لمدة 7 سنوات يعني لدار فورق 10 سنوات و40% الشرق الصون طرعت 33% وسبع سنوات أساني يكون فيه بلانس يعني يعني غالية تكون مع بعض التنمية ده جانب الثاني أهم جانب الاتفاقية برضو هو جانب الخدمة المدنية نحن وقعنا لتزمة الحكومة بنسبة 14% في الخدمة المدنية ده حتكون يعني أنا أفتكر أنه زدانين ما عندنا ما عندنا الناس اللي حيأخذوا الـ 14% في النية ذات يعني لما يكسب كبير جدا جدا أفتكر أنه هنا يعني فيه الناس مهتمية داما بالعمل السياسي اللي هو إنك تمشي وزير ولا تمشي معتمد ولا والي وأنا أفتكر أنه فيه وظائف مهمة جدا في السلك الدبلوماسي عبناء الغليم برضو ما كان مشاركين فيها في حصوله في موقفه في الجيش في الشرطة 14% ستكون لعبناء الغليم ودون استثناء لكل الناس يعني الأهم من كده برضو أنه إحنا أصرين أنه يكون عندنا مشاركة في السلطة في الغليم كل الاتفاقات السابقة كانت بتكون مطلبية دارين مستشفى شارع الزلط عايزين مركز صحي أنا أفتكر أنه حقوق أساسية تعمل الدولة السودانية طالبنا بأنه إحنا نكون مشاركين في السلطة وجبنا نسبة حق 30% في المشاركة في الجهاز التنفيذي والتشريعي هذه خصصناها نحن للتنظيمين الاتنين موجودين في الجبهة السورية وخليناها مش بتاع 70% باتفاق مع الحكومة الانتقالية لباقي المكونات الأخرى اللي هي ماجزة في الجبهة السورية عسى أن يكون فيه نوع من العدالة في المشاركة يعني الأحزاب السياسية الموجودة المنظمات المجتمع المدني دير كله ما نحن نتنغشم على قوة الحرية حتكون فيه نسبة حقوق 70% الآن موجودة في أورقة الحكومة الانتقالية أساس أنه يكون هم جزء من مشاركين ونحن ذاتنا برضو في النسبة حقوقنا حنشرك الآخرين معنا لأنه في النهاية مفتكر أنه لو أشاركت أكبر كمية من المجموعات أنت ستقلق التنوع سيكون في استغرار في الإقليم أي مكون سيجد نفسه في المشاركة ده هم مبدأ نحن الآن ماشينا عليه نحن أي مكون يشوف نفسه في المشاركة ويشوف نفسه في التغيير نعم طيب يعني كيف يمكن أن نجعل من اتفاقية سلام جوبا يعني سلام مجتمعي وتنموي لكل أهل شرق السودان وخصوصا يعني هذا الاتفاق هو جهة بشري خالص ومن الطبيعة لا يتفق عليه جميع الناس هناك أيضا رافضين لاتفاق جوبا وتحديدا في مسار شرق السودان وأيضا يعني بالضرورة إشراك الجميع في التخطيط وتحديد الاحتياجات التنموية في تنفيذها أكيد شوف أي اتفاق حتى نحن بشر نخطي يعني نحن يعني عندنا مسؤولي أخلاقية تجاه السودان وتجاه منطقتنا أساسا نجلين منه هو الأغليم أغليم شرق السودان وأنا أحب دام أن أتكلم بالسودان لأنه أنت في النهاية ما تقلتني في إطار إطار شرق السودان بكون أنا حددت البقاسي يعني فأنا أحب أن أتكلم عن المحاية دي فأتمنى أن أتكلم عن السودان الكبير ليس على الناس كلها نحن يعني طرحنا قيام مؤتمر تشاوري دا كان فكرتنا أنا وفالرفيغي إسامة سعيد وحددنا له مذكور في البند 32 من الاتفاقية أنه قيام مؤتمر لأهل الشرب يعني تكون مشاركة من حكومة الانتقالية ومسار سرق السودان الجبهة السورية والإدارات الأهلية والمجتمع المدني وقوة أعلان الحرية المؤتمر دا دوري جنون المؤتمر دا نصينا له نص واضح في الاتفاقية وأنه هو مكمل للاتفاق أي حي ما يدرنا نذكر في الاتفاقية نحن يكمل هو ملزم للدولة السودانية واتفقنا على الكلام له أنا بشوف أنه الحل الأساسي لمشكلة السودان بتكبر حيثين أساسيات في المؤتمر التشاوري يعقد الآن قريب يعني تأخرنا لأنه حصل دليل في المصفوفة يعني التأخير في المصفوفة فحنقومنا الآن نعدي المصفوف من أول جديد نعيد سيغاتها فأنا نتوقع أن المؤتمر يقام في خلال شهر أو أقل من شهر سبحانه دعو لي كل المكونات طيب أنا شاف هذا هو حل لأنه نحن لم نذكر لكننا نحن نساعد المكونات الموجودة في الشرق السودان بدون استثناء لأننا تجربة تفاوضية في الجبه في أنه ننتزع ليهم بعض الحقوق في المشاركة يعني سأرى أنه يخسر معنا في المشاركة بالنسبة حقا السبعين في المئة أذكرت أنا ونحن برضو يعني خفنا من حاجة أنه هذا تاريخ التاريخ سجل لو أنه نقفنا الاتفاقية وقعنا وقلنا أنه نمسي شرق السودان الكلام ده خطأ أنه نحن لا نمسي شرق السودان الحقيقة لازم يعرفون الناس أنه نمسي التنظيمات من شرق السودان داخل الجبهة السورية فتفسير الناس للمسار وأنه نحن لا نمسي للشرق وإنه لا نمسي للشرق ما في حد ينصب نفسه على أشخاص نحن نتمنى أن نحن عاشين يعني أنا سعيد أن أشوف التحول الدمغراطي أنه متعسر لكن أتمنى أنه يكتمل التحول الدمغراطي عشان ننتقل نحن إلى رفاهية للمواطن بتاع المنطقة سنساعد أهلنا في شرق السودان في أنه نجيب لهم مكاسب إضافية من المؤتمر وندمجها في الاتفاقية تقبل ملزمة للدولة بعد ذلك بنقبل نحن كده مسلنا كل المكونات وحللنا أشكالية برضو نحن محتاجين نساعد المنطقة في رتق النسيط الاجتماعي الفترة الفاترة تواجهت مشاكل ذكرت أنت في المعاية ونفتكر أنه في مجموعات في أشخاص محددين هما يعني أججوا المسألة القبلية سياسيا ما قدروا يعني ما قدروا أقبل الاستغيير الحاصل فاحتموا بالقبيلة وأججوا المسألة دي وده جانب خطأ يعني فشكذا نحن محتاجين برضو نفعل دور الإدارة الأهلية في الأمن المجتمعي مهم جدا نعمل نضرغ النسيط الاجتماعي ونحن حقيقة المؤتمر التشاورة ذاته جزء منه برضو سيكون معنا في ورسيط الجنوبي الضامن الأساسي وبعض الضامنين من دولة شاد نحن سيحضر المؤتمر التشاوري ونفتكر أن المؤتمر تزالة ممكن نعمل معه ملحق اللي هي مصالحة عامة بين المكونات فبدون توافق في الأغليم ما يكون في سلام نفتكر أن الأمن هو أهم من الدموقراتية في المغامر أمن ما سيكون في الدموقراتية فالمؤتمر هو الحل للمسألة دي ونتمنى أن الناس تستوعب والمواطن في شرق السودان وكلنا كسودانيين نستوعب أن نتوافق نتوافق كلنا في المؤتمر التشاوري ونطرح قضايانا بكل ثقة ونمشي خطوة للقدام في أن نكون ممثلين ونشارك في السودان الجديدة نعم إن شاء الله أهمية المؤتمر التشاوري لشرق السودان هو قيام المؤتمر والتحضير له هايكون في الخرطوة ولا هايكون في الشرق؟ المؤتمر هو مسكور في الاتفاق حسب ما سوكنا نحن طبعا دائما نلتزم بالنصوص في الاتفاقيات دائما لأنه هذا موقع عليه وديه فيه مواسط إنه المؤتمر هو هيكون في شرق السودان التحضير التي تحضيرها ستكون موجودة في الخرطوم لكي نتحضر الأوراق وستكون من كل المكونات الذكرتان سابقا نصمع عيدتان لكلام وأفتكر إنه نحن نحدد بالتشاور مع المكونات ذاتها الموقع بتاع المؤتمر أساس أنه يكون بردهوزة ويمكن من يكون يخلق مشكلة لازم نتوافق على الموقع في المقامة الأول أنه يقام في كسلة في القضاري في مرسودان في حياة في سنكات ده كل متروك لأنه نتشاور مع المكونات المحلة مريح بالنسبة لي وين ونعقد في المؤتمر نعم الصراعات في شرق السودان وستاذ خالد شاويش يعني بهل عملت على تأخير الإقليم من حيث التنمية من حيث الخدمات من حيث كثير من من الإشكالات حقيقة ده كلام حقيقي أنه في الصراعات في أي منطقة مش شرق السودان هي ممكن تكون مشكلة لتعطي العجل حقيقة التنمية في المقامة الأول فعلا الصراعات في شرق السودان السابقة كان برضو حتى كانت أكبر سبب للشيء الحاصل نحن الآن شرق السودان حتى الآن عندنا مرض السل ناس يصابون به وهو انتهى في العالم خالص الشيء الثاني عندنا مشاكل في منطقة مشاكل في الموية يعني نحن زمان سابقا أي سياسي كان يجي يستقل الواطنين البسطاء بموضوع الموية حق البحر الأحمر التحلية وانه هنجيب موية من النهر النيل مباشرة لبر سودان وده كان كلام يقال 30 سنة يعني فالمواطن كان مغلوب وكان يصدق الكلام ده ونفتكر اتمنى الفترة الجاية انه انه خطابنا السياسي هو لا يمكن نستقل المواطن بتاعنا خلاص بأحلام لا تحقق انا افتكر ان شرق السودان فيه مشاكل كثيرة جدا بتاع التنمية متوفرة ما فيه مدارس كافية التعليم فيه مشكلة عندنا مشاكل في المياه عندنا مشاكل صحية عندنا مشاكل في التعليم ده كلها مشاكل موجودة خلاص انا افتكر انه ان شاء الله الفترة الجاية ان احنا يعني هنجتهد في انه نساعد الناس فيها ولو اتكلمت عن مكاسب اتكلم فيها بسيطة اذكر فيها انه نحنا الان عندنا ومجتهدين في انه هتكون فيś اللي هي الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية اللي هوعمل علىها الصلل الانجي نحنا متحدين في انه ستكون في محطة في برصدان في الفترة القريبة دي انتكون ممكن تضي لها قرابة 26000 بيت فانحنا برضو مساهمين في انه نتكون في حل مشكلة الكهرب عبر الطاقة البديلة والتي هي الطاقة الشمسية اندي واحدة من المشاريع هنقيف هتفكر فيها ممكن تكون قريبة تنفيذها في منطقة البحر الأحمر في برسودان وتساعد الناس في معيشتهم وأشياء وبرضو نفتكر أنه في دول مهتمية وضامنة للسلام وحريصة أنه والله يا أخي المسألة تنجح بما فيه من دولة الجنوب نعم أيضا هناك مياه الشرب ممكن شرق السودان يعاني كثيرا في ناحية نعم أنا ذكرت المسألة حقا مياه الشرب وحتى الآن يعني قلت كل الحكومات السابقة كانت توعد بأنه يعني توفر معبره بتاع موية من النيل وما تم الكلام ده وكان كل ما يجي مسؤول أو وزير يهتف للناس بأنه الله خلاص الشهر الجاية وشهرين نحن خلاص يعني تمنا الأمور في أنه الموية حجيكم وما تمت المسألة دي فأنا أفتكر أنه يعني نحن الآن بصدد نقاش مع الحكومة الانتقالية في كيفية حل المشكلة حقا مياه البحر حمر اللي هي المياه الشرب المالحة اللي يشربوه هناك وأنا أفتكر أنه الحكومة الانتقالية الموجودة الآن دي أنه حسنا بالجدية حقتها في التفاوض يعني أي حكومة كانت سابقة موجودة في الحكومة في السودان هنا كانت تعمل على تفتيت التنظيمات السياسية لكن من خلال التفاوض اللي كنا في جبوة وجدناه الآن من الفترة الأخيرة دي لقين أنه الحكومة الانتقالية كانت تحاول تجمع الناس وتحاول تحلل الإشكالات الموجودة في التفاوض أعطي أن يتم السلام بأسرع فرصة ممكنة وسن تستغرر البلد نعم طيب أنت ذكرت أيضا رؤيتكم لتحقق الديمقراطية في السودان صدامة الديمقراطية في السودان أستاذ خالي شاويش وأنت الأمين السياسي للجرحة الثورية السودانية واحدة من المشكلات اللي يظل السودان دائما بعاني من طيلة الحكومات السابقة رؤيتكم أنتم لمطلوبات المرحلة القادمة أيضا ضمان لتحقيق الديمقراطية في السودان حقيقة أنا أفتكر الضامنة للوحيد التي تكون في الديمقراطية حقيقة هي الحكم الفيدرالي وناغشناه وذكرناه أي غليم يحكم نفسه ليس حكم ذاتي يحكم القضايا القومية أين غشناه هناك ناس يفتكرون أن الحكم الذاتي الفيدرالي هو قريب للذات لا بالعكس هناك خصوصية للمنطقتين من الأزرق تمتعت بحكم ذاتي في إطار تنفيذ الاتفاق لأن الشعب السودان برضو يفهم المسألة الحكم الذاتي تم ذكره في الاتفاقية تعالى سلام الجوبة الخاص بالمنطقتين هو بزيد من الصلاحيات لتنفيذ الاتفاق وبرضو أننا ذكرنا أن الفيدرالية هي حتحل الإشكالية حق التحول الضمورات في السودان أننا كأغاليم أو كقليم الشرق أو وسط أو مشابق نحكم نفسنا ويكون المركز هو المراقب الجسم المراقب على تنفيذ كل الأشياء الموجودة في الأقار أنا أفتكر الفيدرالي هي الحل للدوموراتية الحقيقية وفي دول كثيرة عام للحجر نعم نتوقف قليلا في الحكم الذاتي والحكم الفيدرالي برضو التوضيح للسادة المشاهدين في كثير من الناس بسم الله حكم الذاتي معناتها حيكون مفصلين ما لهم أي علاقة تربطهم بالمركز أو حتى ببقية الأقاريم لا شوف هنا يختلف الحاجة الحكم الذاتي ذكرناه عن إحنا يعني أنا أوضحه للمواطن السوداني شاهد يفهموه إنه هو مزيد من الصلاحيات في تنفيذ الاتفاق يعني لما نسمع حكم الذاتي معنا أنت والله خلاص ما يشي الانفصال نعم فإحنا المسألة دي فهمنا كويس والفيدرالي هو ده نفس المعنى لكن لأنه في خصوصية للغليم وفي اتفاق يعني من مسار الشرك لدارفور دي اختلفوا في توقع الاتفاق وفي تنفيذه وفي الأجندة حاجة الاتفاق أفتكر أنه يفهمو المشاهد يفهم أنه الاتفاق التم في المنطقتين هو اتفاق أنا أفتكر أنه عادل للمنطقتين وممكن ينفذ عبر الحكم الذاتي لمزيد من الصلاحيات معنا نعم لخصوصية نعم في المنطقة نعم في المنطقة طيب وبقية الأقاليم يعني هي الضامن الأساسي لأنه مسألة الديمقراطية تكون متواصلة في هذه المنطقة من خلال الحكم الفيدرالي بالضبط وأول خطوة ستكون بعد ستة شهر سيكون في موطمر الحكم كيف أن السودان دي يحكم فهل حنحن نحن نحكم نفسنا كولايات أو كأغاليم فنحن حتى في الاتفاقاتنا نغشنا حاجة مهمة كلنا من خلال ما تكلمة حقا تداش إغليم أو ولاية إغليم أو ولاية فبعد ستة شهور من أنه أنا أفتكر أنه كان مؤتمر نظام الحكم تم حيتحق يعني غالي ما السودان يمشي لأغاليم يعني الولايات هي يكون لأغاليم إغليم الشركي إغليم الغربي منطقتين إغليم الأوسط فأفتكر أنه نرجع لنفس النظام السادق في السودان فأنا أشوف برضو دي برضو دي تحل مشاكل كثيرة في نظام الحكم لأنه أنت المكون عندك ولايات بتأي ولاب الشرع تشريبها لكن تشريع الأغليم حيكون واحد ويحكم كل المحافظات في مصمنا أعملنا أغليم حينا عمل محافظات هاني فأنا أفتكر أنه برضو أنه نرجع للنظام الأغاليم بسهل علينا العملية والسودان فيه تجربة نعم نحن نواصل معك سيد خالد الدريس شاويش رئيس الجفحة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين السياسي للجفحة الثورية السودانية عقب هذا الفاصل فبقوا معنا ومشاهدين في كل مكان وسلام يا بلد وقفنا سوا جمعنا هوا وطم سروج والقلق والعين يا عز الهم فضل في الدم وخير كتير ما بيحسب لعجم هزبنا اللعين وعشبنا كبير وباكي رجال ما فيه إلا الخير جاءنا السلام يا خدار دوشي في الخير ومره لا جدار والضم فيك كالحان الدنيا لسه تخار تبنى سوى سلام الدولة ليه حاجة الناس كلهم حاجة الناس كلهم درب الحروب خربا ما فيه وزول كسبا يا أخي السلام دي جميل يا أخي السلام دي جميل استاهلوا السودان جدرب علينا زمان بفعلوا نلجأ شلال شلال مرحبا من جديد مشاهدي الأحباب في كل مكان نواصل معكم على الهواء مباشرة هذه المساحة وعلى شاشة فضائية الخرطوم يا بلدي سلام مع الأستاذ خالد الريس شاويش رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين السياسي للجبهة الثورية السودانية مرحبا من جديد أستاذ خالد قبل الفاصل تحدثنا عن أهمية السلام وضرورة تقسيم التفاوض إلى مسارات وأيضا الآليات التي يمكن أن تجعل من هذه اتفاقية سلام مجتمعي وتنمية لكل أهن في شرق السودان إلى جانب أيضا تحديد الاحتياجات التنموية العاجلة ذكرنا منها الكهرباء عبر الطاقة الشمسية البديلة ومياه الشرب وغير من الخدمات لكن مباشرة ندخل إلى جولة التفاوض ما بين الحكومة والجبهة الثورية وتحديدا إدارة الاختلافات هي الضامنة الأساسي للعبور بالفترة الانتقالية إن شاء الله إلى بر الأمان والجبهة الثورية متعددة التحالفات هل تستطيع الجبهة الثورية أو يمكن أن نعتبر أنموذج للعبور بهذه الاختلافات وكيف يمكن أن تقيم التجربة من خلال وجودك في جبهة وأن تشاهد ومشارك أيضا في اتفاقية سلام جبهة حقيقة أنا ممكن أقول أن الجبهة الثورية هي أنموذج قوي جدا يعني حاجة جمعة الناس بكل مكوناتهم بكل عراطهم يعني نحن من شرق السودان دارفور منطقتين الوساط الشمال وكنا كجسم من كون السودان الصغير وكنا نساعد بعض في التفاوض كنا حرسين على بعض حقيقة برضو مرين بعض الصعاب كجبهة الثورية وقدرنا نتجاوزها يعني الاختلاف وصنة الحياة في خلافات واجهة الجبهة الثورية وعقبات قدرنا نتجاوزها وأنا أفتكر أنه أكبر ضامن للسلام دا ذاته هو إرادتنا أنه إحنا كسودانيين في المغامة الأول لأنه يكون الإرادة أنه إحنا نكون صادقين في المغامة الأول مع نفسنا مع شعبنا أساس شعب السوداني وتفكر أنه والله كفاية أنه لا نستغل الشعب السوداني أكثر من كده يعني العمل السياسي والفترات الساب والأنظمة الفاسس كان فيها كثير من الاستغلال السياسي في المواطن السوداني الجبهة الثورية جاءت بتنوع مختلف لأول مرة ما هي حزب واحد سياسي هي أحزاب سياسية وتنظيمات وحركات مسلحة من مختلف الأقائل ومحققتها اتفقت عليه أنه يتحقق سلام في السودان وتساعد بعض وتكمل لبعض لأننا في الجبهة الثورية عندنا نموزج حركات مسلحة وعندنا حركات سياسية كان متفق مكملة مع بعض في أن نتصل للسلام قوي جدا ونحن موجودين الآن في الخرطوم وسعيدين جدا جدا أن نشوف أهلنا بعض سنين نعم أيضا أستاذ خالد تابعنا من خلال فترة هذه التفاوض الكثير جدا من الانشقاقات الكثير جدا أيضا من الآراء الرأي والرأي الآخر لكن خلاصة كل هذه الصعاب وهذه التحديات هو اتفاق سلام السودان وانت أيضا شاهد وحاضر لكل هذه التفاصيل حقيقة برضي أنا أكد كلامك أنه واجهتنا انشقاقاتها التي هي وقدرنا نعالجها مع الوسيطة الجنوبي بحكمها في أنه نحن نواصل التفاوض كان عندنا إرادة حتى خلافاتنا الانشقاقات التي حصلت في الجبهة الثورية وهي من انسحاب حركة تحرير السودان بقيادة مناوي ما خلتنا نحن نجي في المنطقة دي أو نعطل العملية السلمية فمشينا في السلام واضطرنا اتنازلنا ذاتنا من اسم الجبهة الثورية من الاسم ذاته خليناه وقلنا أطراف التفاوض يعني لو هنا صررنا على الحالة دي كان ممكن نعطل العملية حتى السلام لكن غلب علينا الإصرار بتاني أنه نحن وقع اتفاق سلام والمنصميات ما مهمة بالنسبة لنا لأن الأجندة حقتنا كانت واحد وكنا كجسم واحد لجبهة الثورية فصرنا نمشي كأطراف سلام ونوقع باسم أطراف العملية السلمية وتنازلنا عن أشياء كثيرة من أجل أن نحقق سلامها نعم طيب من ناحية اقتصادية يمكن كل الشعب السوداني ارتفع سقف الطموحات عقب سقوط النظام البيت بأنه يتوفر الخبز الوقود يعني يتوفر الخدمات رؤيتكم في الجبهة الثورية السودانية الحلول الاقتصادية على المستوى الآن حتى على المستوى المستقبل في المستوى الآن بتكلم عن أن السودان فيه ظرف أو فيه ضايقة صعبة ليدن معيشية أنا أفتكر أنه أنا لو تحقق الآن السلام دي تطبق بصور تكلمنا عنه نحن نتنفس في هذا الواقع الآن دي تنفيذ الاتفاق تمت ده بيخلق لين أنه نحن نكون على علاقة مع المجتمع الدولي قوية في الفترة الفاتة نحن عندنا الأزمات مع المحيط بتاعنا بإشكالات خلق النظام السابق أنا أفتكر هي أول حقاته أنه نجد أن نغير سياساتنا سياساتنا الخارجية نغيرها ونحاول نكسب مزيد من الأصدقاء الشيء الثاني أهم شيء لازم أن نعتمد على مواردنا الأساسية يعني أنا أفتكر أننا الآن السلام عنده ضامنين وعنده شهود وعنده داعمين فنحن نستفيد في الحياة الآنية من الداعمين للسلام وفي المرحلة الثانية لازم أن نعمل على التنمية الذاتية حقنا عندنا الموارد حقاتنا في الزراعة عندنا الموارد البترولية عندنا المعادن الدهب الحالي لو اتغننت بطريقة صحة أنا أفتكر أننا نحن ممكن أن نتحرك درجة كبيرة في اقتصادنا ممكن تحصل يعني تحصل ما عايز أقول رفاهية أنا ما أتكلم عن ناس عن حلم كبير نحن لو ما تحركنا واشتغلنا نحن كسودانيين كلنا ناس من أجل البلد يعني الكلام يبقى كلام سعي يعني العودة للعمل والإنتاج في الوقت الراهن هذه إسعافات نحن نزعف لكن ما حتى تستمر أنت لازم تنتج لا تبدو المنتج أسان تكون في فرص حق تعمل للناس كلها والناس يستغير يعني نعم طيب في ذات المحور يعني في رؤيتك ما هي أهم المشروعات التي تتوقع ويحتاج لقيامها آنيا في شرق السودان الحقيقة أنا بتتكلم عن أهم مشروع هو المشاريع الزراعية في الدلتا طوكر دي مشاريع تعز زراعة في الدلتا وكانت منطقة مهمة جدا زمان مهتمة بالخدر والفواكه كلها ده أهم مشروع وفي المشروع الثاني المهم هو مشروع المياه أنا أفتكر أن هذا أساسي وفي المشروع الكخرباء نتكلم عنه إحنا طاغة البديلة ده مهم جدا بالنسبة لنا إحنا ونفتكر برضو أهم جانب بالنسبة لنا هو برضو المسألة حق التجارة يعني إحنا في شرق السودان على تماس مع بعض الدول وقعت تستفيد مننا في الأمور التجارية فلو إحنا قنناها الدولة ستستفيد من العائدات يعني إحنا عندنا مشاكل في كسلة ومشاكل حق التغريب هذه الأشياء لو إحنا قنناها قانونيا نستفيد من الضريبة ونستفيد من العائدات لصندوق الدولة يعني نعم طيب عقب يعني عودتكم للخرطوم في الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي وتقريبا في يوم الاثين 16 نوفمبر كان لكم لقاء مع مكونات السياسية والمجتمعين في شرق السودان هنا في أرض المعارض ببر معرض الخرطوم الدولي ولكن يخشى مراقبون من استمرار حالة الفوضى والاشتباكات المتقطعة هنا وهناك وأيضا قفل طريق القوم يعني أهم ما دار في هذا اللقاء ومدى تقبل هذه المكونات لاتفاقية السلام وعودتكم أيضا إلى أرض الوطن الحبيب هي أنا أول شيء أشكر جميع أهل يبدون استثناء في شرق السودان بكل مكانات يعني اللي هم حضروا يعني جووا ويتحمل الصعاب ووصلوا الخرطوم وكانوا في استقبالنا أنا أفتكر أن المجموعة جاءت مجموعة مغدرة كبيرة جدا المكونات شرق السودان هي عبارة لو تكلمنا على إدارات الأهلية في 17 نظارة 18 نظارة في شرق السودان ووصلوا بكل أشكال من برسودان يقضاري في كسرة ويستقبلونا في المطار في البداية وكان برضو يستقبلونا في الساحة الحرية ومنها اليوم الثاني عملنا اللقاء جمعنا في كل هاي الأطياف بكل تنوعة واتكلمنا عن أهم القضايا أنه نحن لازم نتماسك ونكون واحدة ووحدة نتوافق على السلام الجاية نستفيد من السلام الجاية لإنصال المنطقة كيف ننفذ الاتفاق وبرضو أنا من هنا أدعو الآخرون أن الطرف الرافض للمسار أنا أدعو منهم يقروا الاتفاق الجمناة ونحن وهم يكونوا جزء مننا أساسا وصرف النظر من وقع الاتفاق أهم شيء نشوف المكاسب شنو جاب الاتفاق دي مكاسب للشرك يعني لما ذكرناه سابقا المكاسب كلها ما شاء لأهل الأغليم بدون استثناء كلها هتوزع للأغليم فأنا أفتكر أنه يهتموا بالمكاسب أكثر من الأشخاص أنا في النهاية قدرنا عملنا عملنا دور محوري في أنه نجيب مكاسب للأغليم وهم المستفيدين منه وده كان دورنا الأساسي وأنا أفتكر هذا حي مهمة وأنا تتاريخ يعني يذكر أنك أنت كنت جزء من عملية حق السلام وكنت مهتم بمنطقتك وبإغليمك وبإنصال المنطقة وكنت مهتم بقضايا وأنا أفتكر أن الفترة الجاية هي فترة أنهم يكملوا هم يكملوا الاتفاق المؤتمر التشاوري ونقلس مع بعض جانا تاني لمؤتمر التشاوري يجي المؤتمر التشاوري معنا ونتكلم في وزاعاته لأنه هو مهم جدا لأنه هو زي الدو يعني زي العلاج للأزمة التي عايشنا نحن أفتكر أننا حلام كويسة تقدر نقول لقاء يعني لقاء ما بينكم ما بين هذه المكونات السياسية والمجتمعين بولادة شرق السودان هو بداية أو نموذج مصغر للمؤتمر التشاوري هو كان بالضبط هو مش بداية كان انطلاق للتفاهم الأساسي وكان في مجموعات أساسا رافضة للمسار وحضرت شاركة في الاحتفال وأنا أفتكر بلابنات أساسية أنهم سيكونوا جزء منها وأفتكر في خلال الشهر القادم ممكن أن يكون المؤتمر تحدد له موقع ومكان وشاركنا بكل أطياق فيه وكملنا النغاقس الموجودة في الاتفاقية وشاركنا الآخرون معنا وبدأ بيخلق لنا نوع من نوع من الاستقرار في الأقليم نعم إن شاء الله سيد خالد يعني في ختام هذا اللقاء برضو لا بد من كلمة في حق كل من يحمل هم الوطن وأيضا كلمة خاصة لأهلنا في شرق السودان للاستعداد والمشاركة أيضا في المؤتمر التشاوري لشرق السودان باعتباره فرصة سياسية وتنموية كبرى ليساهم الجميع في نهضة إقليم الشرق وفي نهضة كل أقاليم وولايات السودان أنا كلمتي لشرق السودان أو لمواطنين شرق السودان إنه نحن من حقنا نشارك في السلطة في شرق السودان في مشاركة بصورة عامة وأنا أتمنى إنه هم يلفزوا القبلية لأنه أنا أفتكر إنه نحن يعني لو عايزين نكون جزء من السودان الكبير في الخرطوم لا يمكن نجي بالقبيلة حقتنا نحن نحن لو عايزين نعمل عمل سياسي ويكون عندنا عضوية سياسية كبيرة لا يمكن نجي بمكونات ضيقة نحن نفترض نكون واسعين في الأفو بتاعنا ونفتكر إنه نفترض نشتغل عمل سياسي نص الأشياء الحزاب السياسية من الأمور القبلية وأنا أتمنى أن نشوف شرق السودان ممثل بأكبر شيء في الخرطوم وأنا أفتكر إن الخرطوم يعني زي ما قلتنا لك في البداية تليوزيون الخرطوم هو قلب السوراء أتمنى أن نشوف أهلي في قلب السوراء في الخرطوم متواجدين بكل سحناته نعم إن شاء الله أنا شكرا لك جدا أستاذ خالد ريس شاويش رئيس الجفهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة والأمين السياسي لجفهة الثورية السودانية لحضورك وأمنياتنا بتوفيق لكل القيادات الجفهة الثورية ولكل قيادات حركات الكفاحة المسلحة شكرا لك شكرا لك شكرا لك سادة المشاهدين في كل مكان بلدي سلام تحايا وتحايا فريق العمل لهذا اليوم سعدنا بوجود السيد الرئيس الجفهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة والأمين السياسي لجفهة الثورية السودانية الأستاذ خالد ريس شاويش معنا داخل سوديو قناة الخرطوم وقد تحدثنا حول همية السلام وأيضا همية تنفيذ اتفاقية السلام على أرض الواقع تحياتي وتحايا فريق العمل في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة